موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشف الصحفة قال موقع يمن منتر إن الآلاف من منتسب الداخلية الجامعيين توافدوا إلى العاصمة صنعا خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد تواصل الوزارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع مندوبيهم لفتح باب الترقيات وذكر عدد من منتسب الوزارة في تصريحات اليمن مونتر أنهم يتسلمون وثائق خاصة بإجراءات الترقية بعد أن يدفعوا مبلغ ألفين ريال يمني وأكد مصدر خاص ليمن مونتر أن عدد الطلاب الذين تسعى وزارة الداخلية في صنعاء لترقيتهم يبلغ سبعة آلاف طالب جامعي موزعين في قطاعات النجدة والأمن المركزي ومدرسة ضباط الشرطة وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك هو الاستفادة من المبالغ التي سيدفعها الطلاب بسبب الأزمة المالية التي تمر بها جماعة الخثي مشيرا إلى أن حوالي 14 مليون يمني هي إجمالي المبالغ المالية التي سيدفعها الطلاب ونقرأ من موقع الموقع بوست رغم الهدنة الميليشيات تواصل حجز سفن إغاثية بميناء الحديدة ويعلق الموقع إن ميليشيات الحثي والمخلوع الصالح تواصل احتجاز سفن إغاثية في ميناء الحديدة رغم مرور قرابة 24 ساعة على الهدنة المعلنة وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العلية للإغاثة عبد الرقيب فتح إن ميليشيات الحثي وصالح تحتجز عددا من السفن الإغاثية المقدمة من الدول المانحة وأشار الوزير إلى أن الميليشيات تمنع دخول المساعدات إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها الأمر الذي تسبب بانتشار المجاعة في بعض المحافظات خاصة محافظة الحديدة أخطر الحروب هي التي تعيد تجهيز مقاتليها لحروب انقسامية بهويات متفارعة هذا ما بدأ به السياسي والمعروف ياسين سعيد نعمان مقالة المتتبع لكافة الحروب الداخلية التي شهدها اليمن كانت من هذا النوع الذي يسهل إعادة تجهيزه لتمزيق المشروع الوطني لصالح المشروع العائلي أو الطائفي أو غيره من المشاريع الإقصائية أو ما قبل الدولة سيكون من الضرورة والضرورة القسوة التفكير في كيفية إنهاء هذه الحرب قبل أن تتحول إلى حروب فئوية صغيرة تنتج على الأرض أصناماً وواقعاً معقداً يصعب تجاوزه إن المؤهل لإنهاء هذه الحرب هو من يرى أن اليمن لجميع أبنائه ليست ميراثاً أو موروثاً أو فيداً لأحد ولأنها كذلك فإن جميع اليمنيين مسؤولون عن إدارتها وحمايتها وتطويرها وقد قرر اليمنيون ذلك في مؤتمرهم التاريخي مؤتمر الحوار الوطني فهو حجة اليمنيين على تاريخهم المكتظ بالصراعة والحروب وهو الشيء الوحيد الذي سيستطيعون أن يجادلوا به العقل المنفعل لأنه أخرج العقل الفعال من مخبأه تحت ركام من الإهمال والأنقاض سيخرج اليمنيون من هذه الحرب وقد اكتسبوا مهارة في كيفية العمل من أجل أن يكون لهم وطن في فترة وجزة بدون معلم لقد اكتووا بنارها وعرفوا معنا أن يكون لإنسان وطن وليس مجرد مأوى تستطيع أي قوة غبية أن تسلبه إياه في أي لحظة إلى محافظة إب حيث عنوناً مصدر أونلاين في صفحته الرئيسية الركود والجبايات المتكررة يتسببان بإغلاق محلات تجارية في مدينة إب ووفقاً للمصدر فقد تسبب الركود الذي تشهده السوق اليمنية والجبايات المتكررة التي تفرضها البليشيات بإغلاق عدد من المحلات التجارية في مدينة إب ففي الوقت الذي تشهد السوق ركوداً متزايداً جعل العمل في المحلات التجارية شبه متوقف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تفرض ميليشيات الحوث المسيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المدن جبايات متكررة على أصحاب المحلات التجارية تحت مسميات عدة وشك تجار لمرسل المصدر أونلاين في المدينة أنه لا يكاد يمر يوم دون أن يمر عليهم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي طالبين منهم دفع مبالغ مالية تحت مسميات متعددة وسردوا منها جبايات تحت مسمى المجهود الحربي ودعم البنك المركزي وإحياء مناسبات دينية خاصة بجماعة الحوثي وشن المسلحون مطلع الأسبوع الجاري حملة جباية لتحصيل ما يسمى رسوم اللوحات الضوئية ورغم أن أصحاب المحلات اعتادوا على دفع ما هو قانوني من هذه الرسوم إلا أن الركود جعل كثيرا منهم غير قادرين على الوفاء بالالتزامات الأساسية مثل إيجار المحل ومرتبات العمال ناهيك عن تحقيق أرباح عن ما أسماها موقع المشاهد نت المعركة الفاصلة في تعز قال الموقع إن مخاوف سكان منطقة الحوبان بمحفظة تعز تتزايد من تحويل مناطقهم إلى ساحة مواجهات وخصوصا المناطق المجاورة لجولة القصر والمعسكرات على امتداد خط الحوبان وقال المشاهد زحفت القوات الحكومية من وسط المدينة إلى المناطق المطلة والمتاخمة للحوبان وطردت المقاتلين الحوثيين وقوات الرئيس السابق من مواقع كثيرة واقتربت من القصر الجمهوري وصالة والجخبلية تضيف الموقع بهذه المناطق تكون القوات الحكومية قد حققت نصرا لم تحققه منذ بداية الحرب في الجبهة الغربية حيث سيطرت على مناطق تعد معاقل لتواجد مقاتلي الحوثي وقوات صالح قال موقع الاشتراك نت ان بيليشيات صالح والحوثي فجرت في مدينة تعز منزل القيادي الاشتراكي في الدائرة 33 بمديرية صالح عبد الرحمن عبد الجبار العريقي والكائن في حيبة زرعة قرب المستشفى العسكري شرق المدينة مصادر قيادي في منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة تعز اكدت الاشتراك نت ان رفيق العريقي نازح من المدينة هو واسرته منذ اكثر من عام وذكرت المصادر ان العريقي لا يملك غير هذا المنزل وهو كل ما لديه واسرته من عمله في القطاع الخاص مبادرة اليمن تحت الاختبار هذا عنوان الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد عنوان مقاله المنشور في الشرق الاوسط كما توقعت فقد حظيت المبادرة التي طرحها المبعوث الدولي اسماعيل لدي الشيخ لحل الرزاع اليمني بتأييد الاطراف المختلفة وقد جربت اول امتحان لها بوقف اطلاق النار في هدنة الثمانية والاربعين الساعة ورغم الانتقادات التي وجهتها اطراف اساسية في الحكومة الشرعية واخرون لازلت اعتقد انها مبادرة جيدة واشك ان تنجح ليس لان رجال الرئيس هادي انتقدوها بل العكس لان الانقلابيين سيفشلونها المبادرة تؤكد على شرعية النظام وسلطاته وان يسلم الانقلابيون اسلحتهم الثقيلة وان يخرجوا من العاصمة والمدن الرئيسية وتسلموا للحكومة الشرعية في المقابل يتم تعيين نائب رئيس للدولة معتدل يتفقوا عليه وتنتقلوا اليه معظم الصلاحيات من الرئيس في المبادرة الانقلابيون تراجعوا عن معظم مطالبهم الرئيسية كانوا يريدون نظام حكم جديد لهم فيه اليد العليا واقصاء الرئيس عبد الرب منصور هادي والابقاء على اسلحتهم واعتبار ميليشياتهم جزءا من الدولة والاحتفاظ بوجودهم في المناطق التي استولوا عليها كل مطالبهم تلك سقطت الذي كسبوه منها أن المبادرة لا تلغي وجودهم ولا تسحب أسلحتهم الخفيفة وموعودون بالمشاركة في الحكومة وهذا كان ممنوحا لهم قبل الانقلاب ينقل موقع عدن تايم عن مدير إدارة الطاقة في مصفات عدن المهندس عبد القادر منصور قول أنه يجري حاليا الاستعداد لإعادة تشغيل مصنع غاز الأكسوجين في إدارة الطاقة وذلك بعد توقف دام 16 عاما وأوضح منصور في التصريح لإدارة إعلام مصاف عدن أن إعادة تشغيل هذا المصنع يأتي بعد أن تم إصلاح الخلل الذي أصاب المصنع خلال الفترة الماضية بجهود ذاتية من قبل عمال الإدارة الذين يعملون في ظل ظروف صعبة وأنه سيتم التشغيل التجريبي للمصنع خلال الأيام القادمة لإنتاج غاز الأكسوجين لاستخدام المصفى ومستشفى المصفى وأيضا البيع لسوق المحلية موقع الوحدوي نت تابع حملة التبرعات التي دعت إليها صحيفة بريطانية لإصالح الأطفال في اليمن وحلب والموصل وقال الموقع صحيف إن صحيفة التايمز البريطانية حست قراءها على التبرع لحملة تديرها هي ومنظمة إنقاذ الطفولة البريطانية باسم نداء الأطفال في الحروب لمساعدة الأطفال في الموصل وحلب واليمن وجميع المناطق التي عصفت بها الحروب وقالت الصحيفة إن الحاجة لتبرع القراء للأطفال في الحروب لن تكن أكثر الحاحا من اليوم لإنقاذ أطفال حلب الذين يتعرضون لقصف متواصل وشامل بلا تنهيز وأن وجودهم أصبح معركة يومية بين الحياة والموت وأنقلت عن المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ طفولة كيفين ويتكينز قولة إن التبرعات حملة نداء الأطفال في الحروب ستساعد في تسيير المدارس تحت الأرض بشرق حلب وعيادات التغذية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد وتوزيع مساعدات طريقة للأسر التي هربت من منازلها دون أن يحمل أفرادها أي شيء معهم سوى ملابسهم التي فوق ظهورهم وقالت الصحيفة في دعوتها للقراء إن 85 جنيها يمكنها شراء الطعام لمدة شهر لأسرة من سبعة أفراد في اليمن و242 جنيها لتغطية مرتب عامل صحي لشهر وقبل قراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا تستمرون معكم في كش الصحافة وإلى صحيفة العرب الجديد والتي طالعت الشأن اليمني وقالت في أحد عنوينها الحوثيون يستهلكون موارد اليمن في صناعة الأسلحة تقول الصحيفة في اليمن أفقر بلد عربي حيث يعيش أربعة أخماس السكان تحت خط الفقر والمجاعة تستهلك جماعة الحوثي موارد البلاد في محاولات لتصنيع الصواريخ والأليات العسكرية لتعزيز انقلابها على السلطة الشرعية تتابع العرب الجديد وبينما يستولد اليمن قرابة 90% من غذائه وتتواتر التقارير الدولية والمحلية التي تحذر من مخاطر مجاعة محتملة يقول الحوثيون أنهم باتوا يصنعون الأسلحة والصواريخ الباليسية بعيدة المدى ما يثير استنكار مئات الألاف من الموظفين الذين جمدت الجماعة رواتربهم منذ أشهر فيما يقول مراقبون إن مزاعم التصنيع الحربي محليا هدفها استنزاف ما تبقى من موارد محدودة لصالح الحرب والصواريخ المعلن عن صناعتها محليا هي بالأصل روسية وإيرانية تتابع صحيفة العرب الجديد أدى استنزاف الحوثيين لموارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وتوقف المصرف المركزي منذ مايو الماضي عن تغطية واردات البلاد من القمح والأرز والسكر والوقود نتيجة تهاوي الاحتياطي النقدي بالخارج صحيفة الحياة اللندنية ولليوم الثاني تابعت خروقات الهدنة التي تقلم عليها بيليشي الحوثي وعنونت بهذا الشأن قصف مكثف على تعز واحتجاز سفن إغاثة حيث اتهمت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بيليشيات جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح بالإصرار على خرق الهدنة التي أعلنها التحالف العربي في يومها الثاني على كل الجبهات وأكدت أن 18 مدنيا قتلوا وجرح 27 آخرون في قصف الميليشيات أحياء سكنية في مدينة تعز وفادت مصادر حكومية بأن خروقات الحوثيين للهدنة بلغت 328 خرقا في الساعات الثمانية عشرة التي تلت سيريان الهدنة معظمها في تعز ومن محافظة مأرب عنونت صحيفة الخليج الإماراتية إطلاق أطفال أسرى في مأرب جندتهم الميليشيات صحيفة الخليج قالت في التفاصيل أطلقت السلطات في محافظة مأرب صراحة خمسة أسرى من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الإنقلابية بصفوفها في الحرب المستمرة على الشرعية في اليمن وأسرتهم قوات الشرعية في جبهات القتال وأكد وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح أنه أن إطلاق أولئك المجندين الأطفال جاء في مبادرة إنسانية بحتة دون أي صفقة مقابلة وأضف في فعالية أقامتها منظمة هود وشاهل للحقوق والتنمية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة بمدينة مارم أنه تم التنسيق مع الجيش الوطني لإطلاق خمسة أطفال تم أسرهم في جبهات القتال وهم يقاتلون في صفوف الميليشيات الإنقلابية وهناك عمليات أخرى مماثلة تمت بعيدا عن وسائل الإعلام حفاظا على أرواح الأطفال وذويهم من الميليشيات البرلماني عيدروس النقيب علق حول صمود الهدنة وتهديدها من قبل ميليشيات الحوثي في مقاله المنشور في موقع الوحدة وينت من الواضح أن الضغوط الدولية والأمريكية على وجه الخصوص قد نجحت في إقناع التحالف العربي والحكومة الشرعية بضرورة إعلان هدنة مزمينة يرتبط تمديدها بمدى التوقف عن الأعمال العدائية من قبل قوات الطرف الانقلابي ورفع الحصار عن المدن والسماح بدخول المواد الإغاثية للمحاصرين في مناطق الاشتباكات وإما لا شك فيه أن خبر الهدنة هو خبر بعث للسرور لدى الجميع بما في ذلك المقاتلون من الطرفين الذين لا يعلم أحد منهم متى سيلاقي أجله في هذه الحرب المجنونة لكن الطرف الانقلابي الذي عودنا على قول الشيء وفعل عكسه لا يستطيع قادته التمييز بين المقاصد النبيلة لوقف إطلاق النار المستهدفة الحرص على حياة المدنيين وتقديم المواد الإغاثية وفتح أبواب السلام المؤصدة منذ سنوات وبين اعتقادهم أن التحالفة وحكومة الشرعية قد أصابهما الانهاك في هذه الحرب وأنهما يبحثان عن أي مخرج لوقف هذا الانهاك كما يصور لهم إعلامهم ومستشارهم واليوم وبدأ بدء الهدنة كانت الأخبار تتوارد عن خروقات جديدة تقوم بها قوات الحوثي والصالح في تعز والبيضاء ومأرب ومناطق أخرى من ساحات المواجهة وهو ما يعني أن هؤلاء ليسوا جادين في التعامل مع النوايا الحسنة بنوايا حسنة مشابهة وأنهم مهما تعهدوا بوقف الأعمال العضوانية حتى لو كان هذا التعهد أمام وزير أقوى دول العالم فإنهم لم يفوا ولن يفوا بهذا التعهد كما هي عادتهم دائما ومن صحيفة الاتحاد الإماراتية نقرأ هجوم للقاعدة في أبيان ومقتل خمسة متطرفين بشبوة تقول الصحيفة قتل ثلاثة جنود يمنيين وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم لتنظيم القاعدة الإرهابية على دورية قرب مبنى إدارة الأمن العام في مديرية لودر وسط محافظة أبيان وأفد مصدر أمني للاتحاد أن قوات الأمن نفذت عمليات مداهمة لعدد من المواقع واعتقلت عددا من المشتبه بهم فيما أعلن المركز الإعلامي للمقاومة في شبوة أن خمسة عناصر من تنظيم القاعدة بينهم قياديان قتلوا أثناء استهداف سيارتهم بغارة صاروخية كما تمكنت أجهزة الأمن في محافظة لحج من إفشال هجوم بعبوة ناسفة كانت تستهدف دوريات الأمن المرة على الطريق العام بمنطقة الحمراء في مديرية توبان وإلى الخبر الأكثر تداولا في صحيفة الشرق الأوسط حيث عنونة الصحيفة قرد يشعل اشتباكات مسلحة بين قبائل في جنوب ليبيا وقالت الصحيفة إنه بسبب قرد لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب خمسون آخرون في اشتباكات بين فصائل متنافسة دامت أربعة أيام في مدينة سبها بجنوب ليبيا وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج عن أسفه لوقوع الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة ودعا إلى الوقف الفوري للاشتباكات مناشدا الجميع بطبط النفسي وتحكيم العقل وقال سكان التقارير محلية إن الاشتباكات ناشبت بين قبيلتين بعد حادث هاجم فيه قرد يخص صاحب متجر من قبيلة القذاء ذيفة مجموعة من فتيات المدارس خلال مرورهن بجوار المتجر ونقلت وكالة رويترز عن أحد سكان أن القرد نزع أغطية الرأس من فوق رؤوس الفتيات ما دفع رجالا من قبيلة أولاد سليمان إلى قتل ثلاثة من القذائف والقرد وقال الساكن الذي طلب عدم تعريفه بسبب تدور الوضع الأمني حدث تصعيد في اليومين الثاني والثالث مع استخدام الدبابات والقذائف والأسلحة الثقيلة ياللهول العرب يسخرون من الرئيس الأمريكي الجديد تحت هذا العنوان كتب فيصل القاسم مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال في جزء من مقاله أليس حريا بالعربي قبل أن يتهكموا على الرئيس الأمريكي دولاند ترامب ويصفوه بأقدع الأوصاف أن ينظروا حولهم أولا كي يروا أبشع حكامهم على كل الأصعدة إن العرب في هجائهم لترامب أشبه بالذي يرى القشة في عيون الآخرين لكنه لا يرى القشة في عينيه هل يحق لكم أيها العرب فعلا أن تقيموا رؤساء الدول الأخرى وأنتم مبتلون بأسوأ أنواع الحكام عبر التاريخ هل حكامكم قمة في السياسة والفكر والثقافة والدماثة كي تتهكموا على رئيس الأمريكيين وقبل أن نقارن ترامب بالحكام العرب على الأقل فهو رئيس انتخبه الشعب الأمريكي بحماس لم يسبق له مثيل ولم يأتي على ظهر دبابة أو بانتخابات مفبركة تجتها أقبية المخابرات قبل إجرائها بشهور يعني أن الأمريكيين أحرار في من يختارون ولو سلمنا جدلا بأن الأمريكيين أساهوا الاختيار كما يرى الكثير من العرب فهل يحق لكم أيها العرب أن تنتقدوا الاختيار الأمريكي أو غيره بينما أنتم لم تستطيعوا اختيار رئيس بلدية منذ عشرات السنين فما بالكم أن تختاروا حكامكم المفروضين عليكم بقوة الحديد والنار والاستفتاءات المخابرتية السخيفة أطلق صحفيون مصريون مبادرة تحت عنوان حملة لتجميع ثلاثين ألف جنيه من العملات المعلنية لدفع الكفالة الخاصة المقررة لنقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة وسكرتيرها عقب الحكم عليهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه لكل منهم في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة ومرر الصحفيون كارتونا بينهم من أجل تجميع هذا المبلغ العربي الجديد وثقت اللحظات نتابع ما جاء من صور في صفحاتها ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة